الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه رددوا معي كلكم من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه اللهم صلي على الصديق العظيم علي بن أبي طالب الذي ليس مثله شيء وأنا رأيت العواصف بأفريقيا والهزاتة بروسيا وبالصين وباليمن وبالعراق آتيكم تصورون أكو عواصف بليلة القدر إش قد الله ما يحبنا اللهم صلي على فاطمة العظيم والعن كل من آباها وكسر ضلعها وأسقط جنينها وحال بينها وبين خلافتها وهي أسباب كسر ضلعها ومصادرة إرثها وورثها وفجع عليا بها لعنة يستغيث منها أهل النار يا شديد القرآن أنا محتاج أن أقدم للحكومة العراقية سيد رئيس الوزراء أكو أحد العلماء جاني إلى بيتي اسمعني يا سيد رئيس الوزراء أمام الله أحكيها وألا وعلي بن أبي طالب اسمعني هذا العالم شاب من بلد مسلم وهو يدينه بدينك أهم عالم بالنفط والغاز أهم عالم بالنفط والغاز ممكن أن يستنتجك الغاز ويطلع لك الأبار الواقفة يرجع يخليها شنو يقول ذاني ما منضبات يقول أنا قريت عنهين وأنا كنت وعمل في مكانات مرعبة شهادتها أمريكية يقول ممكن أعيدهن للشنو كل اللي انسدت الأبارة طلحها وهذا الغاز بأقل كمية أعطيكم غاز للعراق ويصدر منه وهو يعمل الآن ويملك مئات البلايين من الدولارات يعني مو إنسان جاي يستعطي من العراق بس يقول أحب هذا البلد لأنبي الحسين تسمعني يا سيد رئيسي وزراء هذا عالم على مستوى العالم يعني راتبة لا يقل عن مئة ألف دولار أو مئة وخمسين ألف دولار بالشهر ما بحاجتنا بس شاب ويحمل الدكتوراه بالنفط تأهيل ذني كلهن الأبار ما يتجاوز عنده شهرين يقلين يضخل من جديد وهذا الغاز اللي خارج يطيك يا قبل لا يخرج غاز عنده علمية مرعبة كل الدول الآن وقعتوا يا عقود ويقول لا أريد أريد الشعب العراق لأنه أنا أحب أهل البيت من غمس فيه تقدرون تتصلون بي أطيكم يا أو أدي لكم السيفي مال ترح تتقبلون تدرون تقدرون هاي بمسؤولية سيد الرئيسي وزراء مو أنا سمعتك تريد تطلع الغاز هذا يطلع بأفسد كلفة يعني الكلفة مال البير تأهيل البير إذا بخمسين مئة أو خمس ملايين قافاً دول يقطعون علي الطريق أهل الحرامية واللصوص يا سيد الرئيس يطلع تأهيله يجوز ما يتجاوز أو ثمانين ألف دولار كل خمس ملايين ثمانين ألف دولار مقابلة يأهله ويطيكاهن بس يقبلون الحرامية واللصوص وما تحتاجون هاي كلها بغبرة يتقدرون وإذا أنا أتجذب وطلعوا قولوا هذا أتجذب ومنافق أبو علي أنا ما أتجاه أتجذب مثل إخباراتنا عندك استعداد تودي لواحد من جنابك الكريم نستقبل أحلى استقبال أرى شلون ونقل لهذا ويقعدوا ياه وشوف العظمة بهذا الشاب المرعب هاي العظمة المرعبة صدق مرعب والرجل وعقلية عقلية عالم يعني تقدر لو نجيب شركات تشذب علينا وتنافق وما تكفي حتى شغلها عندك استعداد سيد الرئيس يقينا كل الناس تسمعني أتمنى أستمنىك أن تسمعني بس للحظة واحدة حتى تبني العراق إذا أنا حطيت إيدي بالبنيان أخلي العراق يحلف بيك إلى مليون سنة بس لتي اللي شلون اللي وصل على قمة الجبل ما محتاج لا الحكومة ولا محتاج حدا أنا العالم قدمت لكل شي ورفضت عن أمشي واللي يجي أطلع على الكتب الرسمية بمكتبي أنتظر منك إجابة سيد الرئيس كمواطن أنا كمواطن ما أملك حج عليك أبدا ولا أنا مستشار حتى أضل لك حاشا لله أنا أعطيك شيء تذهل العراق بي تبني العراق بي أنت حر أنا سألت لكم سالفة حتى السيد الرئيس الموقر اللي أنا أحبه أنا معجب بشخصيته في يوم الأيام صرت قابل سيد مقتدى أعزه الله السيد القاعد أنا إلي رأي بي ينقل لي أحد الأخوة اللي قاعد هو قال له قال له أبو علي ريدي شوفك قال له يجي يسلم علي ويطلع قلت له أنا ما محتاج أسلم علي ويطلع أنا محتاج أقعد وي السيد وأقل له شيء بقلبي كبير وأنا أحيان بينه نبع ليه واحد نبع ليه واحد قال لي جوزي إذا صورته يتاجر بصورتك راح أقلكم يا العراقيين أنا حاتش وي ملوك العرب ملوك العرب مو وزراءهم وأخير واحد حشيته يا الملك عبد الله وكل شيء موثق وعندي ما يثبت وحشيت وي ملوكهم وزراءهم الما يودي لي يودي لي وزيره الشخصي أقرب الناس إلى ما محتاج أصور وي حدا عمر ما صور توي مسؤول قوش أطفال يصورونه أطفال إذا يجون للبيت صورونه أنا تعمد أخذ طفلي يصورويا حتى يبقى ذكر خافا قل ما أجيتك للبيت وتجي والناس ويا والدنيا مقلوبة وماكو تليفون وماكو صخام ولا مكتبي الله يرحمك يا محمود شا قلت لكم منه اللي زار آخر شي مكتبي إجي السفير ويا ويا هذا المسؤول الكبير من دولة عربية قلت لها السفير يبقى بره أنا قلت لها يبقى بره قلت لها حتى حج وياك أنا وياك عند حج أنا أول ما يقعد أعرض عليها التشيع وليش التشيع وخسرته هواي ناس بهاي الكلمة واحتبرها ربح لي ولذلك أنا أحب السيد مقتدى وأسأله الله أن ينصره وأن يعافيه وأن ينجز ما أوضع في صدره الأيام القادمات لهن حبلة ومنا إلى شهر السادس فيهن شيء عجيب هذا عن معلمي رغم أن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء عبدا أنا ما أريد أحجي إسرائيل أصبحت قريبة منا ونحن نتودد إليها الله أكبر الله أكبر فإذا خرج علينا علي بن أبي طالب فأصبحنا نحن الخندق وعلي يقينا لا يمنعه خندق اللهم صلي على فاطمة الزهراء وعن كل من ظلمها واستباع حرمتها وكسر ضلعها وصعط جنينها وحال بينها وبين خلافتها لعنة يستغيث منها لم أرى في الدين أصلاحا دينكم لأن الإمام يجدد الفراؤف والسنن إذن نحن دجالة اللهم صلي على الحسن المجتبى والعنمعاو اللهم صلي على الحسين الذي لا زال يكتب أهل من ناصر ينصرنا اللهم صلي على علي على محمد على جعفر على علي على موسى على علي على محمد على علي على الحسن العسكري على الإمام المهدي روحي له الفدى قدمت علي على أبو ولا يجوز هذا ولكن باللفظ اللهم صلي على سيدي ومولاي وربي الإمام المهدي وإلهي كونوا على بينا حينما تقف أنت وتتصفح القرآن تجد فيه شيئا عظيما مرعبا لو إن قرآن سيرت به الجبال وكل ما بها الموتى يريد يقل لنا بهذا القرآن نسوي كل شيء لأن عدنا آصفة بن برخاية عدنا شنو عدنا نقل بلقيسو وحاشيتها إلى سليمان ليش سليمان ما يقدر ولكن هذا وزير من وزير سليمان عنده علم من الكتاب كل هذا القرآن يقل لنا أنتو يا المقربين إلى علي بن عبي طالب تؤمنون بي علي بن عبي طالب بالولاية هذا الإيمان لا يكفي إن لم يكون متبوعا بعمل صالح أنا قلت هذه السنة تختلف عن السنين الباقية فالسنة 24 ما حقا وسنة 25 مزلزلة وسنة 26 نصف العالم لم يبقى ربما تقولون هذا دجل أو قارئة فنجان أبا علي أو تحول إلى متنبئ مثل فلان أو فلان لحاشى لله وحقكم إن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده ملكتاب الذين أوصلني فجعلني على قمة الجبل الوحيد بلادي لم يسمعني ولم يراني ولم يريد أن يراني أكون ممثل بسيط ممثل ممثل هذا بالتوك توك استدعاه الملك الملك الفلاني قاعد يمه ما عدا إنجاز بس يضحك الناس أحد الأخوة طبعا من يكتب لي شغلات يحطوها على مكتبي فأقرأها أنا تفاجأت بينما نحن سيكون لنا شأن بإذن الله على مستوى العالم الآن الخليط العشب صار دا ويوزع بالصيدليات بالعالم مكتوب عليه شيبان لم أرى مسؤولا في الحكومة العراقية الموقرة أحدا أثنى علينا لأنهم مشغولين أنا ما أحتاج هذا الثناء حقيقة لا ما أحتاج أنا أرجو من الإمام المهدي رحي له الفداء أن يتقبل مني أبسط الأشياء لأن ما أقدر أكفي الأشياء الكبيرة شكرا شكرا